وكأن طريق القدس يمر عبر شارع فلسطين في بغداد حتى تمارس الميليشيات مقاومتها على المطاعم التي تحمل علامات تجارية أجنبية مطاعم رخصت لها مجالس تابعة لحكومة لا تنفذ قراراً إلا برضى زعماء الميليشيات وما يخدم مصالحها عناصر من ميليشيا حزب الله توثق لحظات مهاجمتها للمطاعم بهواتف لا يخلو أن تكون أمريكية وللمفارقة اقتحمت المنطقة بسيارات دفع رباعي أمريكية أيضاً إحياء لذكرى وفاة الخميني وفق بيان للميليشيا الولائية معهد واشنطن لدرسات الشرق الأدنى يعلق على الحادثة بقوله إن هجمات ميليشيا حزب الله على الشركات التجارية الأمريكية مدعاة للسخرية لأن الميليشيا نفسها هي من أنشأت أول فرع غير مصرح به لمقهى ستاربكس في بغداد عام 2020 بل وهددت المحامين الذين كلفتهم الشركة الأم برفع دعوة ضد تزوير علامتها ورغم أن ميليشيا حزب الله تبنت المسؤولية عن الهجمات بشكل صريح إلا أن وزارة الداخلية لم تفصح عن الجهة المسؤولة عن الحادث واكتفت بوصفهم بالمخربين الذين ينتمي بعضهم للأجهزة الأمنية كما أنها لم تعرض كعادتها من ألقت القبض عليهم المقاومة عن طريق هذه الحركات الاستعراضية تذكر بما فعله بعض قادة الميليشيات عندما توجهوا إلى لبنان بزعم ضرب إسرائيل فإذا بمقاومتهم تنتهي بعد تناول المشاوي والحلويات في أحد المطاعم اللبنانية ومن باب التذكير للتأكيد ما كان لهذه الميليشيات ولا لقادتها أن يكون لها نفوذ لولا تأسيس قاعدتها السياسية الأولى في مجلس بريمر إبان احتلال العراق